نحية مسائية مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في موعد نشرة أحوال التقصى الرئيسية التي تطل عليكم من قناتكم قناة الوطنية الجزائرية مشاهدين الكرام نستهيل نشرتنا الجوية لنهاري اليوم بصورة لإختنها لكم من هذا المنظر الجميل من بوزكزا ولاية بومرداس أكيد منظر طبيعي يؤكد على جمال أماكن مختلفة في بلادنا الجزائر إذن مشاهدين الكرام حسب صورة القمر الإصطناعي نروح نشوفه مع بعض صورة القمر الإصطناعي حسب آخر النماذج إذن عدم استقرار جوي كما نلاحظ على الشاشة أمطار مرتقبة خلال الصباحة بحول الله خاصة على الولايات الشرقية لتلتحق بعد ذلك بعد الظاهرة بحول الله خاصة على الولايات الوسطى وحتى على ولايات الهضاب العليا وهذا بداية من منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء ولأكثر تفاصيل مشاهدين الكرام نروح نشوف الوضعية الجوية المرتقبة مع فجر نهار الغد إن شاء الله الجمعة دائما حسب آخر النماذج إذن كما نلاحظ على الشاشة دائما إذترابات جوية على ولاية قسنطينا قلمة سوق هراس أمطار كذلك ستكون في الموعد على ولاية سطيف باتنا خنشلة أجواء غائمة على الولايات الداخلية وحتى على ولايات الهضاب العليا من الناحية الوسطى في حين ستميز بقية الولايات الأخرى أجواء مشمسة مع انتشار السحب كثيفة خاصة على الولايات الشمالية لكن تبقى دون فعالية عن درجات الحرارة المرتقبة مع فجر نهار الغد إن شاء الله الجمعة دائما حسب آخر النماذج إذن تبقى دائما درجات حرارة منعشة درجات حرارة منخفضة خلال الصابحة بحول الله وهذا خاصة على الولايات الشمالية أين سجلوا مقياس من 16 إلى 17 درجات تتراوح على الولايات الساحلية 12 درجات مئوية نسجلوها على قسنطينا قلمة سوق هراس تبسر 14 درجات على ولاية البويرة تيزي وزو المسيلة المدية على تلمسان سيدبل عباس عينتيموشانت 9 درجات مئوية نسجلوها على ولاية سطيف باتنا خنشلة من 20 إلى 22 درجة مئوية تتراوح على جل ولايات شمال الصحراء 22 درجة مئوية على ولاية إليزي على جانت وفي الأخير 30 درجة مئوية كأعلى مقياس نسجلها بأقصى الجنوب بعنقزة بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة بعد ظهيرة إن شاء الله بعد ظهيرة يوم الجمعة بحول الله إذن دائما افترابات جوية متواصلة أمطار خير وبركة والحمد لله ستكون في الموعد إن شاء الله على الجزاء العاصمة على بومردس تيبازا على البليدة كذلك أمطار على البويلة زيوزو المسيلة المدية على ولاية شلف عند دفلتي سمسيلة تيارت أمطار كذلك ستكون حاضرة على صطيف باتنا خنشلة على ولاية ورقلة الوادي على توكورت وحتى على ولاية غردايا هنا كمية الأمطار تتراوح من 50 إلى 60 مليمتر محليا أما عن بقية الولايات الأخرى كما نلاحظ على الشاشة أجواء مشمسة مع انتشار الصحب ستكون عابرة دون فعالية زوابع عملية كذلك ستكون نشطة بوسط الصحراء عين صالح أين تصل سرعة الرياح إلى 60 كم في الساعة فالحيطة والحذن لمستعملي الطرقات عن درجات الحرارة المرتقبة بعد ظهيرة إن شاء الله بعد ظهيرة يوم الجمعة بحول الله إذن هنا نسجل انخفاض محسوس لدرجات الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الماضية أين نسجل مقياس 25 درجة على الجزائر العاصمة بومرداس تيبازا وحتى على ولاية البليدة ترتفع بمقياس درجة واحدة على ولاية وهران مستغانم أم عسكر على ولاية عناب سكيكدا الطرف على جيجل 24 درجة مئوية على ولاية البويرة تيزي وزو المسيلة وحتى على ولاية المدية نفس المقياس على ولاية الجلفة على البيض وأنعامة 33 درجة مئوية نسجلها على ولاية بشار وابن عباس كذلك على ولاية تمنرة ست على برج بجمختار وحتى على جانات وفي الأخير 41 درجة مئوية كأعلى مقياس نسجلها على ولايتي أدرار وتيندوف بنسبة للملاحة والصيد البحر هلغت إن شاء الله الجمعة إذن حالة البحر سيكون من مضطرب إلى قليل الاضطراب مضطرب خاصة على السواحل الوسطى والشرقية أين تتعدى سرعة الرياح 30 كيلومتر في السعب مع تجاهات الرياح ستكون مختلفة إن شاء الله وذلك على طول الشريط الساحلي نختم نشرتنا مشاهدين الكرام بالمعلومات الفلكية التي تخص الجزائر العاصمة وضوحيها إذن بالنسبة لشروق الشمس سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا 46 دقيقة بحول الله أما عن غروب الشمس سيكون في حدود الساعة السادسة مساء 27 دقيقة بحول الله مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية ورقتنا الجوية لنهاري اليوم أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ولمزيد من المعلومات زروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي متابعة شيقة وفي أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى